كشفت وسائل إعلامية عن تفاصيل دعوة قضائية أمريكية رفعت ضد النظام القطري بتهمة قتل مواطنين أمريكيين من خلال تمويل عمليات إرهابية باستخدام مؤسسات قطرية مصرفية وخيرية تتوالى فضائح النظام القطري وتتجدد بين فترة وأخرى لتثبت صحة ضلوع هذا النظام ووقفه خلف عمليات إرهابية سقط خلالها مئات الضحايا وهو ما يعرض النظام ومؤسساته لملاحقات قضائية قد تكبده من الخسائر الشيء الكثير في هذه الأيام تشهد مدينة نيويورك دعوة قضائية ضد قطر تتهمها بتمويل قتل أمريكيين وجاء في الدعوة أن دوائر قطرية رسمية ومؤسسات مالية وفرت مبالق طائلة لإرهابيين واجتملت مذكرة الإدعاء أن الدعوة المدنية تتعلق بالقتل غير المشروع وإلحاق إصابات شخصية للضحايا وما ترتب عليهما من أضرار بمجب قانون مكافحة الإرهاب وتختصم أعضاء مؤامرة تمويل الإرهاب التي تقودها الحكومة والأسرة الحاكمة في قطر ما أدت رعايتهم للإرهاب إلى مقتل وتشويه المدعين في سلسلة من الهجمات الإرهابية البشعة وكشفت مذكرة الإدعاء أن حكومة قطر وأفراد أسرتها الحاكمة استغلت بنكين تسيطر عليهم لتحويل الدولارات الأمريكية إلى المنظمات الإرهابية تحت غطاء زائف للتبرعات الخيرية وحددت المذكرة ثلاث مؤسسات مدعى ضدها بالتورط في دعم وتمويل العمليات الأرهابية وهي مؤسسة قطر الخيرية ومصر الفريان وبنك قطر الوطني وأكدت المذكرة أن مؤسسة قطر الخيرية هي منظمة قطرية معروفة بتمويلها للإرهاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي عضو في مؤسسة اتحاد الخير وهي منظمة تدرجها الولايات المتحدة على قوائمها السوداء بسبب تمويلها للإرهاب الدولي تاتي هذه القضية ضمن عديد القضايا المرفوعة ضد شخصيات النظام القطري ومؤسساته وليست هي المرة الأولى ولن تكون الأخيرة وعلى ما يبدو أن الملاحقات لن تقف عند هذه القضية خصوصا وأن المؤسسات القطرية الخيرية اتضح بأنها تستقل الجانب الإنساني في الدخول إلى أوساط المجتمعات العربية والأفريقية بهدف الوصول للجماعات الارهابية التي تقف مع مشروع النظام القطري الهدام في المنطقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر